طيب لسه معاكم مستمرين في اخبار النادي الاهلي مصدر بيه النادي الاهلي بيقول ان ما تردد عن رحيل كهرباء خبر مهم ما تردد عن رحيل كهرباء بنهاية الموسم خبر عارن عن الصحة غير صحيح المصدر بيأكد ان كهرباء مستمر مع الفريق بشكل طبيعي خصوصا ان كهرباء مدد عقده مع النادي الاهلي بيستمر حتى كام؟ سنة عشرين ستة وعشرين يعني بعد ثلاث سنين المصدر بيشدد على ان اللاعب عنصر هام طبعا بالفريق لن يتم التفريط فيه يعني الخبر بتاع كهرباء ان هو حيرحل عن النادي الاهلي هو خبر غير صحيح تماما اللاعب مستمر لغاية الفين ستة وعشرين ده فيما لوصله بكهرباء طيب لسه مستمرين معاكم في اخبار النادي الاهلي الخبر اللي هو كل متابعي كل جمهور النادي الاهلي عايزين يعرف مصير حارس مرمى النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي محمد الشناوي ايه مصيره طيب عشان نحاول نحن نطمن الناس الموضوع بيصير بشكل جيد تقريبا يعني ان هو في تنفيذ البرنامج التأهيلي بتاعه عشان يتخلص من المزء اللي حصله في السمانة اللي اتعرض لي في الفترة اللي فاتت الشناوي بيعمل ايه؟ الشناوي خد حقنتين بلازمة علشان تصرع من عملية التعافي من الاصابة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيكون جاهز علشان يشارك في نهاية في نهاية بطولة الدوري ابطال افريقيا اللي طبعا المطشين هيتلعبوا امام الوداد المغربي مطش الاول هيكون يوم اربعة يونيو هنا على سد القاهرة دي طبعا مباراة الزهاب مباراة مباراة الاياب هتكون ان شاء الله يوم حضاشر يونيو في المغرب طيب لسه برضو مكملين في مركز حراسة المرمى لنادي الاهلي كابتن علي لطفي حارس الاهلي بيتأكد غيابه عن مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب ان هو بيعاني من شد في العضلة الخلفية فسوة ان شاء الله يكون جاهز للتواجد مع الفريق في مباراة الوداد المغربي في زهاب نهائي دوري ابطال افريقيا يوم اربعة يونيو الحارس التالت لنادي الاهلي مصطفى شبير يعني الاصابات يعني شوطة واحدة خدت كل حراس المرمى نادي الاهلي نتمنى طبعا لهم السلامة جميعا مصطفى شبير حارس مرمى نادي الاهلي امل مصر وامل النادي الاهلي في حراسة المرمى ربنا يحرصه هيحرص مرمى الفريق بشكل طبيعي في مباراة سيراميكا كليوباترا بيئة دوري يوم الاثنين احنا طبعا كلنا تابعنا المباراة بارح هو تعرض لاصابة في لقاء طلاقع الجيش وحصله قطع في جفن العين طبيب النادي الاهلي بيؤكد ان مصطفى شبير بيتم علاجه لن يكون هناك اي عائق في تواجده مع الفريق امام سيراميكا كليوباترا تاني الف سلامة على كل لعيبة النادي الاهلي وكل اللعيبة بشكل عام